التحمت مركبة فضائية روسية من نوع سيوز مع محطة الفضاء الدولية الاثنين وعلامت نها ثلاثة رواد الروسي أنتونش كاباليروف والأمريكي تيري فيرتس والإيطالية سامانتا كريستوفيريتي الرائدة الإيطالية الأولى التي تهبط في الفضاء المركبة انطلقت على حد المحطة بايكانور الفضائية الروسية في كزاخستان والتحمة الاثنين مع المحطة الدولية وكان في استقبالهم الروسي أليكساندر ساماكاتيايف والروسية ييلين سيروفا والأمريكي باري ويلمر الذين من المقرر أن يعودوا إلى الأرض ومن المتوقع يبقى الرواد الثلاثة الجدود 196 يوما حتى ما يؤير من العام المقبل كريستوفيريتي الضابطة في سلاح الجو الإيطالي اختيرت كملاحة أولى لوكالة الفضاء الأوروبية للعام 2009 وخاضت تدريبات شاقة تحت الماء للتدرب على السباحة في الفضاء الخارجي كما تزود الملاحون الثلاثة بالوفير من الغذاء لفترة تمتد لستة شهور على الأقل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر